ساعة قليلة فقط فصلت بين أعلان بيونج يانج تفكيك موقع بونجيري النووي وبين أعلان واشنطن إلغاء القمة التاريخية التي كان مخططاً أن تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورا الشهر المقبل إذا قرر كيم جونج أون الانخراط في حوار بناء فأنا في انتظاره في الوقت نفسه ستستمر عقوباتنا القوية على كوريا الشمالية وحملتنا للضغط مستمرة أيضاً وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تلى أمام الكونغرس مضمون الرسالة التي وجهها ترامب لنظيره الكوري الشمالي للأسف استناداً إلى الغضب الهائل والعدائي الوارد في آخر تصريح لك أشعر أن من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذا الاجتماع الذي طال انتظاره العالم وكوريا الشمالية على وجه الخصوص خسروا فرصة عظيمة لتحقيق السلام والازدهار البنتاجون بدوره انضم إلى ترامب وبومبيو في أعلانهما ممارسة واشنطن أقصى الضغوط على بيونج يانج ما بدى متناقضاً مع ما كان بومبيو نفسه يقوله بعد زيارته كوريا الشمالية قبل أيام حيث التقى كيم جونج أون ونقشا معاً التحضيرات للقمة المرتقبة قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مع ثلاثة رهائن أطلقتهم بيونج يانج كبدرة حسنينية وكان سجال أمريكي كوري شمالي قد استبقى إلغاء القمة نائب ترامب مايك بينس هدد كيم جونج أون بمصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحذره من التلاعب مع ترامب واصفاً الأمر بالخطأ الكبير لتردى وزارة شؤون الخارجية في كوريا الشمالية بوصف تصريحات بينس بالجاهلة والغبية والوقحة ولتؤكد أن تهديدات واشنطن لن تجبر بيونج يانج على التفاوض القمة المجهضة فرصة ضائعة غريب أن يصفها ترامب بذلك وهو الذي قرر إلغاءها مؤجلاً إمكانية حل واحدة من أعقد أزمات عالم اليوم